اهلا بيكم في حلقة جديدة من ريمونتادة النهاردة النادي الاهلي بيفوز على الرجاء المغربي اتنين واحد في مباراة الزهاب لدور التمانية لبطوط افريقيا ابطال الدوري احرز الهدف الاول عمر السلام الرقل الجزاء في الديئة 13 واضاف الهدف التاني حسين الشحات في الديئة 23 وفي الوقت الضايع في 45 بلاس 1 محمد زريدة بيحرز الهدف المهم جدا بالنسبة للرجاء لما تجيب جون برا ملعبك في مطشرة النوكاوت بتبقى مهمة جدا فوز مهم للاهلي ولكنه فوز مقلق يعني اكيد جمهور الاهلي الان لو كنت اهلاوي كنت بقى الان جدا عفريه في مباراة العودة صحيح الاهلي دايما بيظهر بشخصية مهمة جدا وشخصية قوية جدا في المباراة الحاسمة لكن النهاردة في علامات استفهام كتيرة جدا بالذات فيما يخص اضاعة الفرص ماينفعش في مطش زي ده تضيع كمية الفرص دي ماينفعش مطش اللي زي ده وانا قلتلكم الاسبوع اللي فات الاهلي لازم يكسب فرق اتنين ويحاول انه ما يجيش فيه جون ماكسب كويس ولكنه مقلق تاني ماكسب كويس ولكن سيناريو مباراة العودة يوم الجمعة في مرعب محمد الخامس هيكون سيناريو مختلف تماما النهاردة اللعيبة اللي موجودة بالذات محمد شريف وبرسي تاو كان لازم يستغلوا الفرص اللي قتيحت ليهم بشكل افضل انت النهاردة الرأس حربة النادي الاهلي او مهاجم تاني او جناح الاهلي انت معلش آسف انت بتاخد ملايين عشان تكسبني المطشات دي عشان تصنع الفرق فيها هم اللي اتنين ولعيبة كتير بس لازم كانت عشان الاهلي يسافر المغرب مستريح واخد نفسه كان لازم واحدة من الفرص دي اللي جات بالذات في الشوط الاولاني خلاص هي تنلمطش موته فرص سهلة جدا معلش ما تزعلوش مني فرص ما يضيعهاش لعيبة بتلعب في الممتاز بها دفاع الرجاء يعني كان الاهلي ما استغلش الحالة اللي كان فيها دفاع الرجاء في الشوط الاول يعني طبعا لولا حارس المرمى متقلق ومركز لكن لازم النهاردة انت ايه الفرق بينك وبين ايه حد انت راس حربة بتاع النادي الاهلي او راجل مهاجم بتاع النادي الاهلي مصري بقى اجنبي مش هخش في القتة دي بس لازم ان انت تخلص صحيح ما فيش مهاجم ما بيضيعهش جوان بس فيه فرق فيه عدم تركيز لازم مسيماني يبحث ايه المشكلة في حتة التوتر اللي عند اللعيبة قدام الجون النهاردة لازم راس حربة بتاع النادي الكبير انت الفرق بينك وبين ايه راس حربة في ايه نادي تاني ايه مع احترامي ان انت راجل لازم تبقى مركز ان انت لما تجيلك حاجة تخلصني النهاردة الكلام دا ما حصلش ولذلك فوز مهم جدا ولكنه مقلق جدا جدا للاهلي والسيناريو هناك سيناريو مش سهل الملعب متقفل الجمهور بتاع الرجاء بيعمل يعني يعني جو غير طبيعي وحماس غير طبيعي هيبقى من اللعيبة والماتش لعيبة الرجاء هيعملوا هناك في المغرب اللي المفروض كان لازم الاقل يعملوا هنا بيتغطوا في كل حتة في اول المباراة ضغط في كل حتة هتليهم هتشوفوا انا عارف ازاي هم بيستغلوا بيستغلوا الجو اللي موجود في المرعب ضغط ضغط من اول دي هتليهم بيتغطوا في كل حتة وبيحاولوا ان هم يحرزوا هدف مبكر طبعا الماتش لازم يتلعب بزكاة كبير وخلال الاسبوع طبعا هنتكلم اكتر عن مباراة العودة انما العنوان بتاعي بتاع المباراة فوز مهم مقلق للاهلي اتنين واحد نتيجة يعني الواحد صفر احلى منها احسن منها انما الاتنين واحد دايما لما بتستقبل هدف في مرعبك المحتاج زكاة كبيرة جدا في مباراة العودة محتاج زكاة كبيرة جدا من لعبة الاهلي ولازم لعبة الاهلي لو عايزين انهم يكملوا في المشوار في افريقيا لازم لعبة الاهلي لو لعبة الرجاء هيلعبوا بروح 100% لازم الروح دي يبقى وصدها روح 200% من لعبة الاهلي ضعف لعبة الرجاء ولازم يتوقعوا ومسلمان يتوقع الرتم اللي هيبدأ بيه الرجاء المباراة هيبقى الرتم عالي جدا 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 لازم اللعبة بتاعة الاهلي تبقى مستعدة زهنيا على الرتم ده مستعدة لأي حاجة في اول عشر ده ربع ساعة